بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لنبيه بعد وبعد فهذه قراءة لأرجوزة مراصد المقاصد من نظم الشيخ محمد زياء الدين الدكالي المغربي نفع الله به بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لمن هدى إلى مقاصدي تشريعه بأقوام الشواهدي ثم صلاته على محمد نهدى بها إلى بلوغ المقصدي نهدى بها إلى بلوغ المقصدي ثم على الآل الكرام والصحاب ما استقرأت أحكام آيات الكتاب وبعد فالإلمام بالمقاصدي يهدي إلى فرائد الفوائد لذا اعتنا بشأنها الأئمة لجاءت الأسفار فيها جمة لكنها تحتاج للتهذيب والرصف والتسهيل والتقريب هذا وقد من الكريم الباري بنظم أبيات تفيد القاري ضمنتها أهم لب الفني ليهتدي بها صغار السنين والله أرجو أن تكون رائقة لكل من يقرأها ولائقة مقدمة تعريف المقاصد مقاصد الشرع المعاني والحكم عن التي تفضي لتحقيق القيم تعليل الأحكام تعليل الأحكام تفضلا رجح دليله إجماعنا الذي اتضح قصد الشرع إلى نفع العباد وقد تضافرت نصوص الشرع على ثبوت قصده للنفع طرق التعرف على المقاصد وللتعرف على المقاصد تذكر طرق خمسة قواصد وهي الاستقراء والمسالك وهي الاستقراء والمسالك وما من التعبير ضاها ذلك والأمر والنهي الصريحان ابتدى والترك مع قيام مختض بدى مقاصد حفظ المصلحة فصل وقد جاءت لحفظ المصلحة مقاصد ثلاثة موضحة كمل كل واحد ما قبله من أجل هذا لم يعارض أصلا كمل كل واحد ما قبله من أجل هذا لم يعارض أصله الضرورية وأقسامها فما يؤدي فقده إلى الضرر فهو الضروري الذي قد اشتهر أقسامه على مجيها أجمع وهي خمسة لديهم تتبع وهي خمسة لديهم تتبع تجديد هي وهو على لغة توحيد ربنا فنفس عقل نسل فمال زيد عرض يتلو الحاجيات وما إلى ضيق يجر فقده فذاك حاجي وهذا حده التحسينيات وما أبى الرجوع للقسمين فانسبوا للتحسين دون مين معارض الأسوس كالكتابة موافق كالطهر من جنابه المكملات وما به يتم مقصود على أحسن وجه فهو ما قد كمل فانسبوا كملا إلى الضروري في مثل بدعة من المحظور ونظرة لأجنبية كذا قليل مسكر تسد منفذا تماثل القصاص والإشهاد في البيع كي يكتمل المراد واعتبروا كفآن ومهر المثل في صغيرة من حاجة مما يفي كذا خيار البيع للتقوي لحكمة النظر والتروي وادرجوا في مكمل التحسين طهارة بالبدء باليمين شرط المكمل وعود مكمل بإبطال على أصوله أبا قوله الملام أثر اختلال الأصل على التكملة وما إلى اختلال أصل أدى فهو إلى المكمل قد تعدى إلا وسيلة لمقصد بقي غير المزال أو لقصد ترتقي أثر اختلال التكملة على الأصل وكل ما أخل بالكثير من تكملة فذاك بالأصل قم لكن بوجه ما نعم قد ينهدم إن تكوركنا فيه حين تنعد المقاصد الأصلية والتابعة فصل الوذو أصالة هو الذي لحظ فيه للمكلف احتذي وهو مقصد دروري يجب عينا كفاية يقوم صاحب المقاصد التابعة من جهة قصد الشارع وتابع للمقصد الأصلي من حيث أمر الخالق العلي يكون جزءا أو وسيلة كما يكون لاحقا لأصل فعلم وحكمه في القصد حكم الأصل إذ اللزوم ثابت للفعل المقاصد التابعة من جهة قصد المكلف وتابع من حيث قصد العبد ما فيه حظ نفسه بالقصد فقد يكون مقصدا للشرع وقد يكون مهيعا للمنع التابع المؤكد مؤكد المقاصد الأصلية يحظى بأعلى ذروة المزية لكن بشرط رعي أصل ما شرع فيما سوى العادي إذا يتاسع التابع الهادم وهدم المقاصد الأصلية يمنع قصده لسوء النية يمنع قصده لسوء النية التابع الذي لا يقتضي إزالة المقصد ولا تأكيده وما سوى المزيل والمؤكد يبقى مجالا للفتى المجتهدي المقاصد العامة والخاصة والجزئية فصل وذو العموم من مقاصدي ما ينجلي كلية للراصدي أحكام شريعة كلها دائرة بين جلب المصالح ودرء المفاسد مثل مراعاة الضروريات ودرء مفسد من الآفات وزلب نافع من المصالح ورفع ما يهيق والجوانح تعرض أفراد المصالح فإن مصالح تعددت وقد أمكن جلبها فحصلها تفد وإن يعارض بعضهم من البعض فاجنح إلى الترجيح فهو الفرض فرجح الأقوى ورجح الأعم لكن تخير في التساوي ما أهم تعرض أفراد المفاسد على وزان الجلب للمصالح درء المفاسد الضديد الواضح تعرض المصالح والمفاسد والجلب والدرء متى ما أمكن فلا عدول عنهما لمنعنا ولا يجوز لاستفال ما صلح ما لم يكن عند التباري قد رجح المشقة تجلب التسير ويجلب التسير للمكلفي معن من مشقة لم تؤلفي العبادات من المقاصد المخصوصة فصل من المقاصد المخصوصة عبادة المهيمن المنصوصة والأصل فيها عدم التعليل وقد تجلى حكمة الجليل العدات من المقاصد الخاصة والعكس في المعاملات والحدود كذا جناية الجنات في الورود المراد بالمقاصد الجزئية والقصد بالمقاصد الجزئية تلك الفروع الجمة الجليل خصائص الشريعة الأصلية فصل وللمقاصد الأصلية خصائص أصلية فرعية مراعة الفطرة تجلت الخصائص الأصلية في الوجهة الربية الفطرية ربانية الشريعة عن وصف ربانية الشريعة تفرعت خصائص رفيعة الخصائص المتفرعة عن ربانية الشريعة العدل والعموم الاحترام والانضباط العصمة الدوام الاستنجاد بالمقاصد فصل والاستنجاد بالمقاصد يكون في أغوار ذي الموارد وهي البيان ثم التعليل كذلك التخصيص والتأويل ومثله الترجيح والعدول عما اقتضت خلافه الأصول تمييز ذي التوقيف ثم المصلحة حماية الذريعة المرجحة أنواع الاستحسان الاستصحاب وما اقتضاه الوضع للأسباب تعضيد أو تفنيد ذي المخالفة والجمع بين النص والذ خالفة تعضيد أو تفنيد ذي المخالفة والجمع بين النص والذ خالفة تنزيل الأخبار منازل الطلب وصرف ذا عن أصله لم يجتلب تفرقة الأمثال والتقييد وحكم ما خص به الرشيد وما من التردد الذي يقع بين التعبد وضد قد سطع تردد المفهوم ذي الموافقة وفارق الملغى وما قد رافق والخلف في المؤثر الذي استتر في الحكم واختصاص بعض اشتار في الحكم واختصاص بعض اشتار وفعل مقتدا به ولم يكن تفصيل أمر غامض لمن فاطل والخلف في تعدد المقاصد هل يكتفى فيها أخي بالواحد سكوت ذي الشرع الحكيم عن عمل كذا إشارة وقس ما لم يقل وصول المقاصد المتفق عليها المتفق عليها خاتمة أس المقاصد الجميع كتاب ربنا المهيمين السميع وسنة المعصوم والإجماع والقيس ما في هذه نزاع الأصول المختلفة فيها كذا مصالح الأنام المرسلة وأضرب استحساننا المفصلة ذريعات الممنوع في الإسلام مذاهب الصحابة الأعلام ومن تمال طيبة من العمل ومالك ومالك برعي خلف استقل وعرفنا وشرع من تقدم والختم الاستصحاب فاحفظ وفهم الخاتمة قد انتهى نظمي بحمد الله صلى على شفيعنا الأواه سميته مراصد المقاصد لمحتوى عليه من قواعد بالكسر ضرورة أو سميته مراصد المقاصد لمحتوى عليه من قواعد أرجو بإن فعل عظيم سرمدى وأن يكون مهيعا إلى الهدى أبياتها بالعد تبدو في زمام والله يقضي بالثواب والسلام وهم صلي وسلم وبارك أبي محمد بعد خلقك ولضى نفسك ونزيط عرشك ونزيط كلماتك إلهي نجي منك وضيق فأنت إلهنا مولى الجميع وعبلي في المزيط المستقر ونزق ثم دفنه بقي وغفلي ولولدي ومشيخ مسمين آمين